جميعنا هذه الأيام نعيش حالة من الخوف والقلق والترقب إما لكوننا عشنا لحظات من الرعب وقت حدوث الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا أو خوفا على أحبتنا ممن يعيشون ضمن مناطق التصدعات الزلزالية لهذا الخوف والقلق آثاره السلبية علينا بشكل عام وعلى السيدات الحوامل بشكل خاص فبحسب مدير المشفى السوري التخصصي في حلب التابع للنظام علي هرشو حدثت ولادات مبكرة بسبب صدمة نفسية من جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة في السادس من شباط ووفق إحصائيات صندوق الأمم المتحدة للسكان فقد تضررت نحو 133 ألف امرأة حامل من جراء الزلزال في سوريا مضيفا أن ما يقرب من 6600 امرأة سيعانين من مضاعفات الحمل والولادة في ظل توقعات بأن تلد نحو 44 ألف امرأة في الأشهر الثلاثة المقبلة وهنا السؤال الذي يطرح ما تأثير ذلك على المواليد الجدد وصحة الأمهات يوضح الأطباء أن الولادة المبكرة تكون أكثر خطورة على الجنين مقارنة بالأم إذ تسبب للطفل مشكلات صحية قصيرة وطويلة الأمد منها تكرار الإصابة بالعدوى بسبب ضعف المناعة ومشكلات في التنفس نتيجة لعدم اكتمال نمو الرئة وتأخر النمو العقلي نظرا لعدم اكتمال نطج المخ وانخفاض درجة حرارة الجسم لنقص نسبة الدهون وتفيد بعض الأبحاث بأن عدم اكتمال نمو مخ الطفل المولود مبكرا يعرضه لخطر فرط الحركة وتشتت الانتباه ما يعني صعوبة التعلم وعدم القدرة على التواصل والتفاعل مع الآخرين فهل يمكن تجنب الولادة المبكرة في ظل الظروف غير الطبيعية التي نعيشها؟